خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الخميس حول الأوضاع الإنسانية في غزة وصفت القائمة بأعمال وكيل مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنسقة تألغاثة الطارئة جويس ميسويا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باليائسة للغاية ميسويا قالت إن المدنيين في غزة يعانون من الجوع والعطش والمرض ويعيشون بلا مأوى محذرة من ارتفاع وطيرة إصدار أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي وما يترتب على ذلك من تأثيرات مدمرة على المدنيين وأضافت ميسويا إنه في شهر أبا غسطس الحالي صدرت 16 من هذه الأوامر في الفترة ما بين 19 والرابع ولا شيء من الشهر الجاري وهو أكبر عدد من أوامر الإخلاء مضيفة أن أكثر من 88% من أراضي غزة خضعت لتلك الأوامر وبحسب المسؤولة الأممية فإن إسرائيل وافقت على دخول لقاحات شلل الأطفال إلى غطاع غزة لافتا إلى أن الأهم حاليا هو ضمان الوصول الآمن لهذه اللقاحات لتنفيذ الحملة بشكل فعال واحثت جويس ميسويا مجلس الأمن على التحرق لمواجهة المعاناة الإنسانية في غزة داعي جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وخلال الجلسة أكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبيرت وود أن شلل الأطفال يمثل تهديدا كبيرا للمدنيين في غزة وشديدا على ضرورة تنفيذ حملات التطعيم ووقف اطلاق النار وأوامر الأخلاء الإسرائيلية إلى ذلك أفادت منظمة الصحة العالمية أن الجولة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ في الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل وستمتد على مرحلتين بهدف تلقيح أكثر من ستمائة ألف طفل